اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وصباحكم سعيد ويوم جديد وجميل نتمنى للجميع نحب ونتأمل أن تكونوا معنا من هلأ للساعة 10 على الهواء مباشرة بفقرات ومواضيع متنوعة وحلقة جديدة من برنامج يوم جديد لليوم الاثنين عشر سبعة 2017 صباحك سعيد داما صباح الخير نسرين صباح الخير لكل اللي بتابعونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن إن شاء الله يوم نتمنى لكم يعملي دائما بالنشاط والإنجاز وخصوصا نحكي بفصل الصيف فصل النشاط والواحد لازم يقبل على الحياة أكتر ودائما يستقبل يومه بسعادة وبتفاؤل وبأمل وأيضا بإيجابية صباحكم سعيد احنا معكم على الهواء مباشرة خليكم معنا بفقرات متنوعة وضيوف متميزين معنا رعد رعد معنا على الهواء احنا طبعا برنامج يوم جديد رجع بحلته اللي تعودته عليها قبل شهر رمضان بالقافلة اللي كانت عم بتجوب المملكة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يعطيهم ألف حافية شبابنا موجودين اليوم في البترة ومعنا رعد من هناك صباح الخير يا رعد صباح الخير رعد صباح الخير لك يا نسرين وأيضا صباح الخير لزميلتنا دائما وكل مشاهدينا الكرام انت من وين بالتحديد من البترة نسرين احنا اليوم معكم من محافظة معان من لواء البترة تحديدا احنا اليوم في هذه الاطلالة الرائعة في احدى جبال مدينة البترة وايضا من أمامي هناك كنا بنشوف نسرين وداما وعزاما مشاهدين مقام نبي الله هارون اللي احنا دائما وطلعنا فيه بأول قافلة برنامج يوم جديد ولأول مرة على شاشة تفزيون الأردن على هوا مباشرة كان هناك سبق في هذا الموضوع واليوم احنا راح نسلط الضوء على كثير من الموضوع في لواء البترة من محافظة معان طبعا نقافلة برنامج يوم جديد ما زالت مستمرة معكم بإذن الله تعالى يوم امس كنا في محافظة مأدبة وكنا مبسوطين مبارح وأول مبارح واليوم انطلقنا من البترة ان شاء الله ستكون حلقة رائعة وجميلة من مناطق مختلفة من لواء البترة ان شاء الله يعني فعلا مناظر جميلة ومتميزة والبترة طبعا من عجائب الدنيا السبعة وهي واحدة من الأماكن اللي يسلط عليها الضوء في العالم مش بس بالأردن ففرصة أنه احنا كمان نسلط الضوء على أماكن فيها جديدة اكيد يعني داما بتاريخ سبعة سبعة عام الفين وسبعة كان هناك دخلت البترة احدى عجاب الدنيا السبعة واحنا قبل اكمان يوم بسبعة سبعة الفين وسبعة عش كان هناك عشر سنوات لدخول البترة لاحدى عجاب الدنيا السبعة واحنا اليوم نحب أن نكون موجودين معكم في البترة لننوه وننبسط بهذه العجوبة بالبترة طبعا هنا رح نشوف أيضا داما السيق والخزنة من خلفي ورح نكون معكم في مواقع مختلفة وكثيرة من لواء البترة من المحافظة معانا ان شاء الله رح نرجع لك رعد يعطيك العافية رعد وفعلا اللي بروح على البترة بحس بطاقة إيجابية جميلة جدا يعني وبعدين اللون الوردي أنا بحبها بالغروبة كتير طبعا رائعة فيعني نتمنى أنه اليوم كمان مشاهدين يتابعوا بعض المشاهد واللقاطات من هناك عزائي فاصل متواصلين بفقراتنا خليكم معنا